بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وإنك لعلى خلق عظيم الأخلاق الحميدة والأوصاف الرشيدة من أعظم ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ما كان فيه من وصف رشيد حميد تمسك به عليه الصلاة والسلام وما كان فيه من خلق منهي عنه كان صلى الله عليه وسلم يجتنب ذلك الخلق ويبتعد عنه وهكذا وصف المسلم يجب عليه أن يكون يعني متمسكا بكتاب الله خلقه القرآن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الأخلاق ومن أجمل الأوصاف التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها وموصوفا بها خلق ووصف الخشوع وهو الخضوع والذل لله تبارك وتعالى والانقياد لأمره جل وعلا فهذا الوصف الخشوع من أعظم الأوصاف التي وصفت به الأنبياء والرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالأنبياء والرسل دائما كانوا خاشعين لربهم تبارك وتعالى والله جل وعلا ذكر أن القرآن الكريم لو أنه أنزل على جبل لكان هذا الجبل خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالإنسان المسلم حينما يضرب له هذا المثال وحينما يقرأ هذه الآية يتذكر أهمية الخشوع وأن هذه الحجارة الصماء حينما تسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تخشع وتخضع لله تبارك وتعالى بل وينهد بعض هذه الجبال خشية من الله تبارك وتعالى وخشوعا له جل وعلا فلذلك المسلم دائما يكون خاشعا يكون ذليلا يكون منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هكذا أخبر الله تبارك وتعالى عن قلوب الأمم السالفة حينما ابتعدوا عن نهج أنبيائهم وحينما حرفوا كتبهم وحينما خالفوا أمر الله وأمر رسوله الذي أرسل إليهم فإنهم يكونون أشد بعدا والعياذ بالله عن الله تبارك وتعالى ويكونون بعيدين عن الخشوع والخضوع لله جل وعلا فلذلك حذرنا الله تبارك وتعالى أن يصيبنا ما أصابهم بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحضنا وحثنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق وهكذا هو وصف المسلم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هكذا وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأنهم خاشعون وبأنهم قد أفلحوا لماذا لأنهم آمنوا وخشعوا وخضعوا لله تبارك وتعالى ويقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فالخاشع دائما متمسك بأمر الله دائما متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله فلذلك المسلم دائما يكون على هذا الوصف وعلى هذا الخلق النبيل العظيم يكون خاشعا خاضعا لله تبارك وتعالى متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الصادق هو الأمين بأمته رؤوف الرحيم هو النعمة المهداة والرحمة المسداة متربع على عرش الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم الخشوع من أعظم الأوصاف والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها وهو خضوع وذل لله تبارك وتعالى وانقياد لأمره جل وعلا ولذلك المسلم دائما يكون موصوفا بهذا الوصف وقد ذكر الله تبارك وتعالى فلاح المؤمنين لماذا؟ لأنهم خشعوا لله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فلذلك المسلم دائما وأبدا يكون من الخاشعين يكون من الخاضعين لله تبارك وتعالى والله جل وعلا يريد من هذا القلب يريد أن يرى فيه خضوعا خشوعا اتباعا لأمره تبارك وتعالى محبة له جل وعلا محبة لرسوله اتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى هذا القلب هل هو خاضع خاشع ينظر إلى هذا الفعل هل هو فعل الخاشع والخاضع والمنقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان كذلك كان موعودا بالخيرات وكان من المفلحين وكان موعودا بجنات النعيم فلذلك المسلم دائما وأبدا يتمسك بهذا الخلق وهذا الخلق هو وصف لهؤلاء الملائكة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله يعني يخشعون ويخضعون إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فالملائكة تخضع وتخشع لله تبارك وتعالى فهو وصف ملازم للصالحين الملائكة الأنبياء الرسل كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا خاضعين وخاشعين لله وهكذا هم المؤمنون يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء كان يبكي خشوعا وخضوعا لله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام من خشوعه وخضوعه أنه كان يبكي خشية من الله ورهبة من الله ومحبة لله جل وعلا فكذلك المسلم يكون وصفه كذلك يقول عبد الله بن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله عليك أنزل وعليك أقرأ قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه من سورة النساء افتتح سورة النساء رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يقرأ قال فلما بلغت قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن يعني خلاص كافي قف قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام خشع وخضع لما تذكر هذا الموقف الذي سيؤتى به عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيكون شهيدا على هذه الأمم جميعا يؤتى بهذه الأمم ويؤتى بأنبيائهم فيشهد النبي على أمته ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرسل على أممهم بأنهم بلغوهم وأنهم أنذروهم وأنهم أتوهم بالآيات البينات وأنهم يعني بلغوا دين الله تبارك وتعالى كما أمر الله تبارك وتعالى فلذلك المسلم دائما وأبدا يكون خاضعا يكون خاشعا لله تبارك وتعالى يتمسك بهذا الخلق الحميد وهذا الوصف الرشيد حتى يكون موعودا بجنات النعيم بإذن رب العالمين جل في علاه فلذلك نتمسك بهذا الخلق طاعة لله واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر